اصحاب برج الميزان شلونكم ان شاء الله تكونون بخير. اليوم راح نفرق توقعات برج الميزان. الاحداث العامة او الطاقة العامة. اللي هذا الشهر شلون راح يكون القراءة راح تكون اه عامة عاطفية بالاكثر لان هو يطلبتني قراءة عاطفية فراح تكون القراءة عاطفية وايضا الاوضاع العامة ممكن اذا طلعنا شي يخص العمل او يخص الصحة فراح ايضا نحكي خلال هاي الفترة الاحداث اللي راح تصير كلها. ان شاء الله التوقعات تكون حلوة وان شاء الله بداية اه خير وسعادة وامور كم بها تتحسن كلها للافضل ان شاء الله. اذا عجبتكم القراءة سووا لايك اشتركوا بالقناة اذا كنتم ما مشتركين. هس بداية اشوف الطاقة العامة البرج الميزان. اه برج الميزان بالفترة الحالية اشوف انه البعض من عندكم ممكن يكون. اه دي فكر حاليا اه موضوع ارتباط جاد او موضوع زواج لانه البعض من عندكم قاعد اشوف انه فعليا اكو موضوع زواج عليها مشاكل خلال هاي الفترة. فاشوف انه انت عندك موضوع ارتباط شاغلك خلال هاي الفترة. او حتى ممكن يكون مو موضوع اذا ما كان موضوع زواج فممكن يكون موضوع عائلي بالبيت. اه شاغلك اشوف انه اكو امرأة ممكن من العائلة امرأة مقربة من عندك هاي الامرأة طاقتها شوية سلبية عليك اشوف طاقتها مو حلوة ممكن تكون طاقة بحسد او حتى طاقة غيرة ممكن تكون اه طرف ثالث بينك وبين شريكك يعني مشرط الطرف الثالث اذا ما كانت خيانة فممكن تكون يعني ام او اخت وهي تحاول انه اه اتخرب العلاقة اللي بينك وبين الشريك او تعائق هي امام ارتباطكم اشوف انه اه البعض من عندكم شريكة عندها مخاوف خلال هاي الفترة. تردد اشوف اكو مشاكل هوا يمريتوا بها بالسابق ايضا هاي المشاكل بسبب اه امرأة مثل ما دا اقول لكم اكو امرأة حاليا هي دا تسبب لك مشاكل او راح تسبب لك مشاكل طاقتها راح تأثر عليك خلال هذي الشهر فلازم تحضر من عندها غالبا هاي الامرأة اذا نريد نحن مواصفات فهي تكون امرأة رشيقة وبها نوعا ما يعني طويلة ومو قصيرة وضعيفة دا تشنة تتعاملوا اياها حتى هذا الوصف ممكن يخليك تتأكد انه هي نفسها اللي ببالك او لا وبشرتها تكون حنطية وبشرتها حنطية تكون ما الى البيض نشوف انه انت شوفوا برج الميزان البعض من عندكم اشوف ان هو تشان بعلاقة صار لاما اربع سنوات البعض الثاني سنتين العلاقة هيا بها هواية دا تصير خلافات او مثل ما نقول مو بس خلافات هو انما معارضات العلاقة دا او 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 ا اشوفها هي شي فانت حاليا عندك طاقة التوازن هنا انت بلشت تتوازن تستعيد توازنك تستعيد اه عافيتك ممكن تكون راح تبلش بشفاء حتى تتخلص من هاي العلاقة اللي انت موجود بها لانه طاقتك العامة اشوف انه انت اه روحانياتك عالية خلال هاي الفترة وقاعد تحاول انه اه اتشافي نفسك من الالام اللي مريت بها سابقا وايضا قاعد تسلم امرك يعني شلون الرب العالمين وتخلي الامور تمشي مثل ما هي مكتوبة مثل ما يقولوا لانه قاعد اشوف عندك هواية طاقة تعب وقررت انه تتخلى قررت انه تتشافي وتستعيد توازنك اللي صار لك تقريبا سنتين انت فاقد هذا التوازن البعض من عدكم ممكن يكون صار لست اسابيع فاقد توازنه فاقد امور دي مر بمشاكل هواية فخلونا يعني نقرأ بطاقة بشكل مفصر فاشوف انه البعض من عدكم اكو علاقة انت تعرف انه انت اه ما ما اخذ حقك بها علاقة متعبة جدا للبعض من عدكم العلاقة انت دائما من تقرر تنهيها وترجع مرة ثانية هذا الشخص بطريقة ما يرجع يقنعك انه ترجعون مرة ثانية فاشوف انه اه هاي العلاقة انت ما عندك امل بها علاقة ما يقوس من عدها وانت تعرف انه هي علاقة ما يقوس منها ولكن انت مشكلتك الحقيقيا انه انت ما قاعد تقدر تطلع من هاي العلاقة بصورة تامة ورغم موجود يعني انت ما مرتاح بالعلاقة حاليا عندك نوع دائما من القلق انت دائما مضال ما بين فكرتين ما بين اه قرارين ما قاعد تقدر تتخذ قرار هذا الشخص مخليك اه ما عندك قرار تتخذه وقاعد تضيع هواية فرص من ايدك البعض من عدكم هاي العلاقة اه طبعا علاقة اه زواج ممكن اكو احد الاطراف معارض هاي العلاقة عدكم طرف من الاطراف ممكن اختلافات بينك وبين الشريك هي اللي مسبب العائق بالعلاقة ممكن تكون ام الشريك لانه هنا طلعت لطاقة امرأة هي العائق وهنا ايضا او حتى اذا كان الشريك متزوج مثلا فممكن تكون هي زوجتها بس على الاغلب انا اشوفها ام واشوف انه العلاقة هاي مريت وهواية اكو بها مشاكل عائلية اكو شخص من العائلة معارض العلاقة اللي موجودة بيناتكم فهذا الشي انت كلش متعب بالنسبة لك هواية تعبت وهواية ده تحس انه انت قاعد تضغط على نفسك في سبيل هاي العلاقة ما تنتهي وما قاعد تقدر تتخذ القرار انه العلاقة تنتهي بس اشوف اكو خبر راح يجيك خلال الفترة الجاية هذا الخبر شوي راح يقلب الموازين فراح بالاخص اشوف انه طاقتك نهاية الاسبوع اشوف انه انت راح تتخذ قرار انه انت تطلع من هاي العلاقة واتوقفها يعني نهاية الاسبوع راح تبلش فكرة انه انت خلي اروح اني حتى لو اني مثلا مجروح حتى لو هذا شي راح يقديني المهم ما ابقى بهاي الحيرة ما ابقى بهاي المخاوف اللي عندي القلق لان اشوف انت تحس انه طاقتك كلها استنزفت بهاي العلاقة طب حيات كلها ما قاعد تجيب نتيجة انت مجرد قاعد تحاول انه تحارب حتى وانت تعرف انه هاي الحرب ممكن ما راح تجيب النتيجة اللي انت تريدها عندك تسرع شوف انه اكو قرار متسرع او بناء على خبر سريع ومفاجئ راح يجيك بالاسبوع الاول راح يخليك تفقد املك بهاي العلاقة تماما وراح تبلش عندك فكرة انه انت تطلع من هاي العلاقة وتنهيها خاصة اذا كنت تتعامل ويا شخص من برج الدلو برج الاسد وايضا برج الحوت والاقرب موجود عندنا ممكن يكون برج السرطان ايضا بالاسبوع الثاني فقيت لك نهاية الاسبوع الاول اشوف انه انت راح تتخذ قرار انه انت ترحل من العلاقة ولكن ما راح يعني تمشي بالقرار وبصورة سريعة بس تحاول انه تتأنه تقول مثلا انا راح عني العلاقة بس بالبداية خلي اتأقلمويا الفكرة بالاسبوع الثاني اشوف انه المخاوف والقلق راح ترجع تصير عندك مرة ثانية اشوف انه المخاوف والتردد والقلق الكوابيس حتى البعض من عدكم واشوف انه قاعدة تشوف كوابيس خلال هاي الفترة طبعا البعض من عدكم ممكن يكون ديعاني من طاقة اه سحر اذا كنتوا انتوا يعني تعرفون اشوف هذا السحر اذا كان عليكم طاقة سحر فهو من امرأة اه هاي الامرأة امسويتها في سبيل يتوقف موضوع معين بحياتكم اه قلت لك اذا موضوع زواج فهو فهو ده السحر يكون سحر التفريق سحر التخريب بينك وبين الشريك لانه طاقتها اساسا طاقة سوداوية هاي الامرأة اشوفها وطالعة بعد اه ورقة الزواج او ورقة العائلة فهاي الامرأة قاعدة تحاول تسوي اشياء من ورا ظهرك وممكن حتى تكون مساوية عمل او تفريق بينك وبين الشريك فاشوف انه انت عندك احلام اكو حلم راح تحلم بالاسبوع الثاني هو مو حلم وانما نقول كابوس هو ممكن يكون كابوس اه حلم اه مخيف راح يكون راح تحلم بالاسبوع الثاني وهذا الحلم راح يقلب لك كيانك من بعد ما انت اخذت قرار انه انت تنهي العلاقة فاشوف انه راح تحلم هذا الحلم بالاسبوع الثاني وراح ترقعد من هذا الحلم انت متخوف وانبسيتك كلش تعبانة وعندك اوهام هواية تبني تتشكل براسك راح ترجع مخاوفك انه هاي العلاقة تنتهي تتجدد من جديد بعد ما اخذت قرار هنا انه انه انت ممكن تمشي هاي العلاقة وتنيها وتباوع تباوع لطريقة كتشوفها وتلتفت للفرصة اللي موجودة ولكن هنا اشوف بعد هذا الحلم راح يصر عندك مخاوف وبعدها راح ترجع تتواصل وياهذا الحبيب اللي موجود واللي قلت لك موضوع زواج بينكم بمشاكل عائلية وراح يحتش وياك بصراحة بعد ما راح يحتش وياك بصراحة اشوف انه هذا الشخص عنده مشاكل عائلية بالبيت اذا ما كانت انت طرف اللي اهلا معارضين للعلاقة فهذا الشخص اشوف عنده مشاكل عائلية ممكن بالبيت بسبب امرأة نفس الامرأة اتكررت اكثر من مرة عندك فاما راح تصير مشكلة الك او للشريك المشكلة عائلية وتخص موضوع زواج وراح يصر بها كلام وراح يصر بها صوت عالي وهذا الشي راح يتعب نفسيتك بسبب موضوع هاي العلاقة المتعبة اللي موجودة لانه انت دا تحس انه هي قربت تنتهي عندك عشرة هنا ورقم عشرة بعشرة فالعلاقة هاي بلشت هي تنتهي هي وصلت نهايتها ولكن انت منتخوف انه انت تنهيها فاني اشوف انه طبعا ورقة الديس كارد هي ورقة من اوراق الميجر اركاني فنسبة التحقق مالتها كلش عالية فالانفصال بينك وبين هذا الشخص او حتى النهاية هي راح تصير انت انت مجرد حاليا ما قاعد تمنع النهاية وانما قاعد بس تتعب نفسيتك ما تتقبل التغيير واتأخر الانفصال انت كل اللي دا تسوي انه انت دا تأخر هذا الانفصال بس ما راح تمنع تماما فممكن انه انت تعرف انه الانفصال هذا راح يصير حاول انه تخفف الصدمة اللي ممكن تصير بك بعدين من تنتهي العلاقة وهاي الامرأة اللي بناتكم اشوك مشكل عائق كلش كبير بموضوع ارتباطكم هاي الامرأة ممكن تكون حتى حتى تشاية وجهين يعني ممكن انه هي اه توقف وياك وتساندك ولكن هي بظهرك معارضة هذا الموضوع وتسبب لك مشاكل بدون ما انت تدعل فاحذر من هاي الطاقة اللي موجودة الطاقة الامرأة الخبيثة السامة اشوف انه هي امرأة ام يعني مو صغيرة بالعمر امرأة كبيرة وفاهمة يعني عمرأة فوق الثلاثين وعلى الاغلب تكون امها ارملة او مطلقة اذا ما كانت متزوجة لانه هنانا الطاقة طاقة ارملة او مطلقة هي الكون افسورت فاشوف انه هي عندها نوعا ما سلطة او كلمتها مسموعة ولكن هي ما تحتي بالخير يعني عندها طاقة شوي خبيثة وايضا ممكن تكون امه من النوع اللي متسلطة جدا وهي اللي معارضة وضع الزواج فاشوف اكو موضوع زواج راح تصير بمشاكل هواية خلال هاي الفترة وراح يتعبك البعض منكم ممكن يكون هذا الوضع عائلي للمتزوجين فاشوف انه اكو مشاكل عائلية راح تصير ويا اوم ويا اخد كبيرة او حتى ممكن بسبب امرأة موجودة وياكم بالبيت امرأة منافقة حتى يتوجهين يعني ومن النوع اللي تحب تنقل اخبار عندها نوع من النفاق يعني عندها نفاق اجتماعي كلش كبير التأكيد هسا من راح اقولكم عطاقة راح تعرفوها بس خلي اشوفو لكم هاي الامرأة شو ممكن تكون طلبة وحدها ها ممكن تلكم مثل ما قلت لكم هاي الامرأة ام ساوي سحب لكم اكوعدكم عمل وهذا العمل من امرأة مثل ما قلت لكم اشوف انه هاي الامرأة من وضحة الاوراق طبعات لها ورقة وورقة فهاي الامرأة اشوف انه هي اه بالوجه تبين امرأة يعني دائما ترتدي الحجاب وتصلي وتصوم يعني انت من تشوفها تشوفها امرأة مبينة مثل ما قلت لكم هي باعة وهي شيء وعكسها يعني هي الهاي فرستس والدفل فهاي الامرأة انت من الخارج من تشوفها هي امرأة متدينة ترتدي الحجاب اه يعني اه تمشي بالعادات بالتقاليد اه كلامها حلو ملقاها حلو ممكن حتى انت من انت ما متوقع انه هي ممكن تكون عائق او هي الشخص المفرق هي شوف انه شوفوا هنانا عدكم طاقة الكاهنة وطاقة الشيطان فهي صاحبة وجهين هي عدها وجهين عدها وجه خبيث بس هي تخفي هذا الخبيث والشيطاني والعملي با بموضوع الديانة انه هي متدينة اي هاي الامرأة غالبة ما تكون تصلي قدامك دائما لتشوفها انه هي امرأة متدينة امرأة تصلي تصوم ترتدي الحجاب تتكلم بالتقاليد تتكلم بالدين ولكن هي بالحقيقة شيطانة ورقة الديول هي بالحقيقة تمشي بالاسحار اني شكيت من اول ما بلشت القراءة انه انتو عدكم عمل لانه الاوراق اللي طلعت الدل خاصة هاي الورقتين فانتو ممكن بالاسبوع الثاني تتعرضون لطاقة عمل اذا ما تش انتم متعرضي له ورقة المجشن ورقة الديول من يجون السوى ويا وشانة طالعت لكم ايضا فهاي معناها اكو عمل والعمل من امرأة العمل اللي يمسوي هي امرأة قصدها تفريق شوفوه اما تكون قصدها تفريق او قصدها تخريب الموضوع معين خاصة موضوع زواج انا اشوف انه هو موضوع زواج وهاي الامرأة راح تحاول انه هي تخربها خلال هاي الفترة وراح تصير مشكلة ممكن من بعد هاي المشكلة هي راح تلتج لانه هي تسوي هذا العمل في سبيل انه اه سواء كان انتقام او حتى ممكن اذا كانت ام وصارت هواية مشاكل بسبب هذا الموضوع فهي راح تسوي هذا العمل حتى تفض هاي المشكلة والشي اللي هي تريدها يصير لانه انا قاعدة اشوف هاي الامرأة من العائلة امرأة مقربة من عدكم ومن العائلة فاحذروا طاقة السحر حاولوا تحصلوا نفسكم خلال هاي الفترة تشتشفون اه صورة البقرة دائما خلوها دائما اسمعوها وارقوا نفسكم حصنوا نفسكم ضد هاي الامرأة الخبيثة قلت لكم اشوف راح تسبب لكم مشكلة اكو مشكلة راح تصير بسببها واكو فراق حتى انفصال فالقرار لكم يرجع انا ما قدر اقول لكم انفصلوا عن هذا الشخص لانه اكو طرف ذلك وودي حاول يخرب ولكن انتو بكل الاحوال شوفوا هي حتى هنالطاقة اللي وكبات هي اللي صري اوف منتكال فهاي طرف ثالث موجود ببيناتكم وهي اللي بدي تحاول انه تخرب العلاقة وتوقفها او تحاول انه هذا الزواج متريد هذا الزواج يتم هذا الارثباط يتم او حتى هذا الزواج اذا كنتم الزوجين متريد انه هو يستمر تريد تدخل بالعلاقة بايشكل كان ما هو طاقة العاملة للأحداث والاشياء اللي راح تصير اشوف انه البعض من عدكم راح يبقى متحير واقف بالنص ما بين قرارين وراح تقريبا يعني ينسحب ما يحاول يتخذ قرار ينغلق على نفسه يتقوقع يعني ويحاول انه يحمي مشاعره يحمي قلبه لانه هو تعب يحمي نفسه من كلام لانه اشوف هاي الامرأة ايضا ممكن حتى كلام راح تسبب كلام انه تقول عليكم فعدكم طاقة حماية تحاولون تحمون نفسكم تحمون مشاعركم ما تردون تتخذون قرار ما تردون تفكروني بشي تردون الوضع يبقى على ما هو عليه لانه انتو اشوف تعبته هواية من التفكير هواية فكرته تعبته من الانتظار وراح تنسحبون اشوف انه انتو نهاية هذا الشهر خلال هاي الاربع سابيع يعني اشوف عدكم طاقة انسحاب يعني انتو راح تنسحبون من المعركة يعني اكو ناسي تقول لك مثلا اني خلي هادا الصراع تعبني فاني ما اهتم مذا شنة خسران او رابح المهم بس انسحب من المعركة وخلي يقولون علي خاسر ولكن اني استعيد نفسي المهم اكسب نفسي اكسب راحتي فانت اشوف يعني هاي الطاقة قاعد توصلني عنك انو انت راح تطلع من هاي المعركة كلها اللي موجودة والمشاكل وموضوع الزواج وراح من لانت عبت من الانتظار انت صار لك فترة طويلة ومده اقول لكم البعض منكم ممكن صار لسنتين او اربع سنين هو بهاي الدوامة دوامة المواضيع الزواج والموضوع ما دا يتم وزواج دا يتأخر وقاعد تطلع عراقيل فراح تتاخذ قرار من بعد انتظار انو هذا الطرف الثالث انت تعرف انو مو بسهولة يطلع من علاقة فراح انت اللي تنفصل وتختار انو تطلع من هاي العلاقة وراح ترجع الدافع تحاول الدافع عن نفسك الدافع عن مشاعرك قلت لك المتريد مشاعرك ترجع تنجرح مرة ثانية انت العلاقة دا تحس بيها انو هي ما متوازنة فاشوف انو عندها طاقة التخلي من بعد تعب من بعد فترة ما ريت بيها بقلق وتعب نفسي وتعب جسدي ممكن بعض منكم حتى بديمور حاليا بازمة صحية وعلى مد هاي الازمة الصحية هو راح يترك هاي المعمعة حتى يستعيد صحته فاشوف انو انت راح تتخلى وراح تعتبر انو هذا الشي خلاص بعد اه ما قاعد يرهم ما قاعد يصير الدافع حارب اكتر من جبهة وما قاعد الامور تمشي مثل ما انا رد ما تمشي بصالحي وممكن حتى هذا العمل اللي يسولك يا هنانا هاي الامرأة راح تنجح وراح تخليك تتخلى عن الحبيب وتنفصل عنه فاشوف عندك انفصال راح تتخذ قرار انو انت تترك هاي العلاقة واتوقف هاي الكارما اللي موجودة ببيناتكم صار لها فترة والدائرة اللي تنعاد 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 كل مرة يعني تتفارقون وترجعون مرة ثانية وتتفارقون وترجعون واحد هي اذة ثانية يعني هي علاقة كارما ده اقول لك علاقة مو صحية وبيها معارضات هواية فشوف انو انت راح تنفصل تخذ قرار انو انت تنفصل تحمي مشاعرك تحمي قلبك تطلع من هاي العلاقة وتختلي بنفسك تحاول انو تفكر تستعيد راحتك تستشفي حتى البعض من عندكم ممكن يكون راح يعرفوا بهذا العمل ويبلش يستشفي من عنده اه فراح تستشفي من هذا السحر اللي موجود هنانا واللي راح يأثر عليك وعلى حياتك كلها ويأثر على تفكيرك ويخليك عندك نوع من التشويش ما تقدر تتخذ اي قرار بحياتك وامورك كلها تقريبا تبلش تتوقف ولكن الشي الحلو انو اكو اه طاقة الهية راح تساندك خلال هاي الفترة رب العالمين راح يساعدك وعندك تحصين عندك قوة راح ترجع تستعيد قوتك فمثل ما قلت لكم التحصين ثم التحصين خلال هذا الشهر للناس اللي القراءة تم طبق عليها حاولوا تحصلوا نفسكم من هاي الامرأة الخبيثة اللي موجودة بحياتكم المنافقة وتستعدون توازنكم واشوف انو هاي العلاقة انتوا راح تتخذون قرار من بعد تفكير ممكن اه اربع سابيع تأدو صار لكم وتفكرون او حتى راح تفكرون خلال هاي الاربع سابيع وراح تتخلون عن هاي العلاقة وتركوها وراح تبلشون تشوفون حالكم شوية واشوف لكم راحة من بعد ما طلعون من هاي العلاقة كل التوفيق لكم برج الميزان والله يكفي لكم ان شاء الله شر الناس الحاقدة وشر الناس الحاسدة وشر العمل وطبعا الله اعلم بالغيب احنا مجرد نقرأ توقعات فلا تاخدوها انو هي حقيقية مية بالمية وطبعا ما ممكن تنطبق على الجميع القراءة تنطبق على فئة معينة والناس اللي تنطبق عليهم هما يعرفون نفسهم وهم راح يحصنون نفسهم فالله يكفيكم شر الناس الخبيثة الناس الحسودة والناس وان شاء الله الشهر يعدي عليكم بسهولة والطاقة تكون خفيفة كل التوفيق لكم برج الميزان حصلوا نفسكم زيان